اشتركوا في القناة هل اتاكم خبر رضيع خطفته قوات الامن المصرية هل اتاكم خبر طفل رضيع عمره ثلاثة شهور يعيش في زنزانة هل اتاكم خبر رضيع بدل ان تحتضنه امه او يحنو عليه والده في سكينة وطمأنينة ينام ويستيقظ على صوت السجان هل اتاكم خبر رضيع فارس الذي يسكن السجن لمدة عشرة ايام هل اتاكم خبر رضيع فارس الذي لا ندري كيف يتحمل جسده الرقيق الضعيف رطوبة الزنزانة هل أتاكم خبر رضيع فارس الذي لا ندري كيف يتحمل جسده الهزيل برودة الشتاء في السجن لا يمكن أن يحيا فيه بشر هل أتاكم خبر رضيع فارس الذي لم يفعل صوابا ولم يرتكب خطأا حتى يعاقب بالسجن بعد كسر باب الشقة ومداهمة ليلية للقوات الأمنية استمرت أربع ساعات في الأول من نوفمبر الساعة الواحدة بعد منتصف الليل في مشهد جسد كل معاني القسوة واللا إنسانية تم اختطاف فارس إسلام حسين من قبل قوات الأمن المصرية فارس لم يختطف بمفرده بل خطفت أمه كذلك بي عبدالستار وخطف أبوه إسلام حسين حادثة أعقبها بأسبوع إلقاء القبض على خاله أحمد عبدالستار في مدهمة أخرى في مدينة العاشر من رمضان برقيات من العائلة للنائب العام ووزير الداخلية ومناشدات لمعرفة مكان فارس وأسرته ولا جواب ولم يعرف حتى الآن أين هم فارس وأبوه وأمه وخاله غيبتهم القوات الأمنية في غياه بالسجون فارس قصة رضيع عمره ثلاثة شهور وراء القضبان في مصر أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر معانا كمان النهاردة حكاية أخرى لطبيبة مصرية اسمها بسمة رفعت اعتقلت من أربع سنين وهي تقبع في زنزانة بعدما قدمت شكوى باختفاء زوجها المهندس ياسر إبراهيم عرفات حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خلينا نتعرف على حكاية الدكتورة بسمة من الرسالة اللي كتبتها داخل السجن واللي تحدثت فيها عن حالتها ووجهت رسالة استغاثة إلى نقيب الأطباء حسين خيري وعضو مجلس نقابة الأطباء مونة مينة ونقيب أطباء القاهرة شيرين غالب وأعضاء مجلس النقابة وأطباء مصر من أجل التدخل للإفراج عنها خلينا نشوف الدكتورة بسمة قالت إيه في رسالتها المؤلمة التي تشعر كل رجل بالعار والخزي إن ده بيحصل في بلدنا رسالة الدكتورة بسمة منذ أربع سنوات وأنا محبوسة ظلما على ذمة إحدى القضايا السياسية زج بي فيها من غير ذنب حرمت من طفلي أو من طفلي وكانت أعمارهما وقتها خمس سنوات وعام وشهرين فقط طفلة ورضيع أخذت منهم عنوة وقهرا وألقيت في السجن ومن يومها لم أرى شمس الحرية ولم أتنفس هواء الوطن صرخة ألم لعلها توقذ الضمائر وتحيي القلوب تركت أطفالي لأم المسنة التي قربت السبعين من عمرها وتعاني أمراض الشيخوخة وهشاشة العظام فكيف ترعى طفلين صغيرين منذ يوم اعتقالي لأول بدأت صحته في التأثر فأصبت أولا بتورم في الثدي الأيسر بسبب فطامي القهري لابني ثم أعقبها إصابتي بمشاكل في إحدى صمامات القلب هذا القلب الذي لم يعد يتحمل الوجع والظلم وحرماني من أطفالي أصبت أيضا بمشاكل في ضغط الدم والفقرات القطنية والعجزية بسبب سوء الأحوال المعيشية وعدم وجود أي رعاية طبية بالسجن ولا اهتمام يذكر أتقدم إليكم بكل ما سبق لأني ما زال لي حق في وطن ولأن من حقي أن يرفع الظلم عني وأن أعود لأحضان أطفالي وأهلي لأن حقي أن أعود لوظيفتي كطبيبة مصرية أخدم بلادي أنا لا أتسوى الحق ولا أريد أن أضعكم في حرق لكن نظرة واحدة لأوراق قضيتي لتعلموا كم الظلم الذي وقع علي حكم ضدي بخمسة عشر عاما قضيت منهم أربع سنوات خلف قطبان ليس من حديد أو ليست من حديد فقط ولكنها قطبان قهر أريد فقط أن أعود لحياتي بطلب الإعادة في النظر في حيثيات القضية وظروف حبسي أو بعفو رئاسي عني لظروفي وظروف أطفالي وأم المريضة أريد حتى يأذن الله لي بالحرية أن أتلقى الرعاية الطبية المناسبة ويتم علاجي خارج السجن لعدم وجود أي إمكانات طبية هنا إطلاقا أتمنى إضاح سبب إيقاف راتبي من نقابة الأطباء منذ حوالي عام من غير إبداء سبب قانوني لذلك للعلم الأمر بالنسبة لي ليس في القيمة المادية لهذا ولكنه ذو قيمة معنوية أن زملاء مهنتي وأبناء وطني لم يتخلوا عنه وكم بكيت وتألم قلبي كلما تذكرت قول قائل عبر عما يجيش في صدري بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرامه دي رسالة الدكتورة بسمة رفعة المعتقلة منذ أربع سنوات رسالة يبكي لها الحجر وينهار هذه الرسالة التي تخاطب فيها وتوجه رسائل لنقيب الأطباء وتوجه رسائل حقيقة ليس فقط لفئة بعينها ولا لأشخاص بأعينهم ولكن توجه رسالة للجميع هذه الحالة التي تعيشها الدكتورة بسمة التي حرمت من أبسط حقوقها في الحياة وغيبت وسجنت لا لشيء إلا لأنها بلغت أن زوجها مختفي فقط لا غير وبعدها وضعوا وأدرجوا اسمها في قضية اغتيال النائب العام وتحاكم بسبب ذلك وقضت أربع سنوات من خمستاشر سنة حكم عليها في هذه القضية رسالة بليغة ولا تحتاج أي تعليق من الدكتورة بسمة رفعت ربنا يفرج كربها ويفرج كرب كل المسجونين في سجون النظام المصري وكل المغيبين في المعتقلات من نساء ومن رجال من شباب من فتيات حتى من أطفال خلانا نخرج لفاصل قصير ثم نعود بقوامنا ترجمة نانسي قنقر وقرر الرئيس محمد مبارا وهذا في واحد مصيب بجرح أو هذا في واحد مصيب بطاق خلاص من عندنا ستان وأكبر معوق لحركة قالب يجباه قالب قتل وقالب يجباه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر ورحب بضيفي نضم علينا في الأستوديو أستاذ محمد شبراوي الكاتب ومحل السياسي المصري أستاذ شبراوي أهلا بك مرحبا بك أستاذ محمد خلنبدأ بهذا الخبر حيث كشفت وسائل الإعلام إثيوبية عن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المشاركة بحفل تدشين سد النهضة الإثيوبي بالتزامن مع السمرار مفاوضات سد النهضة في واشنطن والتي تعلق عليها مصر أمالا كبيرة أفدت قناة فانا الإثيوبية على موقع الإلكترونية أن الرئيس الأمريكي وعد بأنه سيشارك شخصيا في حفل تدشين سد النهضة عند اكتماله نقلت القناة تصريحات منسوبة إلى وزير خارجية الإثيوبي جيدو أندر جاتشو أكد فيها أن ترامب أبدى رغبته لانضمام للضيوف المشاركين في حفل قص الشريط الرمزي إذانا ببدء العمل في سد النهضة الذي يقع على نهر النيل أشار أيضا وزير خارجية إلى أن اجتماع واشنطن كان مفيدا وأنه عمل على إزالة تشويش وعكس مواقف إثيوبيا البناء تجاه أكبر سد في إفريقيا لتوليد الطاقة الكهرومائية بمجرد الانتهاء منه وكان قد أكد وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن سد وتشغيل سد النهضة بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات التي تستمر حتى منتصف يناير 2020 كما اتفق وزراء الخارجية على عقد أربعة اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء الميابي حضور البنك الدولي والولايات المتحدة كمراقبين أعود عليك مرة أخرى أستاذ الشبراوي في البداية في أي إطار رأيت هذه المفاوضات الأخيرة التي تتم بين الجانب الإثيوبي والجانب المصري في واشنطن والتي قالت عن إثيوبيا بأن اجتماعات وحوار وليس مفاوضات نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية شكرا لك أستاذ محمد شكرا للمشاهدين حقيقة ما يقال عن موضوع الوساطة الأمريكية فيما تعلق بقضية أزمة سد النهضة أولا لابد أن نحرر المصطلحات حتى هذه اللحظة ليس هناك ما يسمى وساطة لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعملية وساطة ولكن كل ما هناك أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب لبى دعوة من صانع القرار المصري عبد الفتاح السيسي في إطار تدخله لذلك تستطيع أن توصف ذلك يعني وفقا للحالة الموجودة بأنها مساعي حميدة يتحملها ترامب شخصيا وليست وساطة تقوم بها الإدارة الأمريكية بناء على أبعاد استراتيجية على الرغم من أن هناك بعض المحللين قد يقولون يعني خلافا لهذا الكلام أيضا إثيوبيا لا تسمي هذه المفاوضات بمفاوضات ولكنها عبارة عن محادثات أيضا ما تمت يعني بداية من الاجتماعات الرباعية التي تمت بين كل من وزراء مصر وأثيوبيا والسودان ووزارة ووزير الخزانة الأمريكي هذه أيضا لا ترقى إلى مستوى مفاوضات ولكنها عبارة عن محادثات الهدف منها يعني تسيير هذه المحادثات يعني حتى يستطيع الأطراف الرئيسية في هذا في هذه القضية وفي هذا النذاع أن يصلوا إلى حل يعني فهي محادثات حتى ذات صبغة تقنية وليست ذات صبغة سياسية لأنك عندما تقول وساطة الوساطة لها أدواتها ولها تبعاتها وتتطلب ممارسة ضغط من الطرف الوسيط على الأطراف التي يتوسط بينها وأيضا تتطلب أشياء أخرى مختلفة وما أمامنا الآن لا علاقة له بالوساطة ولكنه مساعي حميدة طيب هناك نقطة طيب مهمتان في هذا الأمر نقطة الأولى فيما تعلق ب حذرك ذكرت بأن الرئيس الأمريكي يعني يرعى ذلك بطلب من السيسي أو غيره ما هو الفرق بين أن يرعى الرئيس الأمريكي بشكل ودي هذا الأمر وبين أن ترعاه المؤسسات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية بشكل رسمي نعم يعني هناك فرق كبير يعني بين الحالتين يعني بدون شك لأنك عندما تقوم بمساعي حميدة أنت تحتفظ بمسافة يعني بمسافة أستطيع أن أسميها مسافة العلاقات الحميمية بين كلا الطرفين لا أكثر ولا أقل ولا تمارس ضغوط على الطرفين لأنك عندما تمارس الوساطة هذه الوساطة لها تبعاتها بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية تربطها علاقات قوية بكلا الدولتين بمصر وأثيوبيا بل يعني دعني أفصل لك يعني أعطيك مزيدا من التفصيل لشرح هذا الأمر يعني حتى لكن رعاية الرئيس لما يجري سواء سميناه مفاوضات أو محادثات أو غيره ألا يعد ذلك رسميا هو رئيس الأمريكي لا يعني هو يختلف لا يختلف الأمر كثيرا بين أن يكون وساطة بمعنى الوساطة بالمفهوم الدبلوماسي والمفهوم السياسي يعني لأن أدوات الوساطة تختلف تختلف تماما عن أدوات المساعي الحميدة وهذا هو الحاصل حتى بيان وزارة الخارجية وزارة الخزانة عفونا الأمريكية يعني في حد ذاتها يوضح هذا الأمر لكن دعني أفسر لك لماذا استجاب يعني ترامب لدعوة رئيس الدولة المصرية في الوقت الحالي عبدالفتاح السيسي يعني أولا أنت في الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة هناك حوالي 400 ألف أثيوبي يعني جالية أثيوبية كبيرة جدا وعميقة ومتجذرة للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الجالية تقريبا يعني تعمل على قلب رجل واحد فيما تعلق بمشروع سد النهضة وتتبنى هذا المشروع بشكل كبير للغاية على الجانب الآخر الجالية المصرية الموجودة والتي قد تقدر يعني وفقا لإحصائيات وزارة الهجرة في مصر يعني تقريبا في 2016-2017 بحوالي 100 ألف تقريبا ما لم أكن مخطئا في هذا الرقم مع الأسف هذه الجالية لا تهتم يعني بالضغط فيما يتعلق بهذا الأمر أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تربطها بأثيوبيا وبالحكومة الأثيوبية الحالية يعني علاقات وطيدة وترتبط بالشعب يعني تستطيع أن تقول بالشعب الأثيوبي الإدارة الأمريكية في ظل وجود 400 ما يقارب النصف مليون يعني من الجالية الأثيوبية لذلك قد ترى أن ميزان أثيوبيا قد يكون أرجح بينما العلاقة التي تربط الإدارة الأمريكية الحالية الآن هي علاقة بين ترامب وعبد الفتاح السيسي واستجاب ترامب لعبد الفتاح السيسي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية حتى وفقا لتصريحات كثير من المهتمين يعني بالشأن الإفريقي ومنطقة القرن الإفريقي الكبير كما تسمى داخل الإدارة الأمريكية ليس هناك استراتيجية أمريكية حالية فيما تعلق بالقرن الإفريقي يعني عز البعض هذا التدخل وهذه الإشارات الأمريكية إلى هذا التدخل الروسي الذي حدث أو رأاه البعض من خلال الإشارات الروسية في مؤتمر سوتي الأخير الذي حضره عبد الفتاح السيسي وحضره أبي أحمد لذلك أرادت يقول بعض أرادت في الولايات المتحدة الأمريكية يعني أن تحفظ تواجدها في إطار المساعي الروسية والمساعي الصينية لكن حقيقة الأمر ليس كذلك لأنه ليس في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغوطا على الإطلاق في هذه المنطقة لكن ما أستطيع قوله أن ترامب سخر هذه الورقة التي هي ورقة السياسة الخارجية لمصلحته في ظل تطلع مصر ورأس السلطة رأس الدولة في مصر عبد الفتاح السيسي إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذه الأزمة يعني هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ما تستطيع أو ما يسميه الخبراء في هذا الأمر أو أطلقوا عليه أن ترامب يريد أن يصبح حديث الهيدلاينز يعني اللي هي العنوين الرئيسية هي عملية شو واستعراض بالنسبة له لكن في حسابات الاستراتيجية الأمريكية ليست الإدارة الأمريكية مستعدة لأن تخوض في هذا الأمر بصيغة الوساطة التي لها تبعتها ولها تقديراتها المالية على الرغم أيضا من أن الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة يعني أنا أوصف لك الحالة تملك من أدوات الضغط على كلا الطرفين يعني لا سيما فيما تعلق بجانب الاقتصادي لا سيما فيما تعلق بدور الولايات المتحدة الأمريكية وموقعها في البنك الدولي لكن أثيوبيا الإدارة الأثيوبية الحالية تنظر لما يتم الآن على أنه لا يمثل مفاوضات وليست خاضعة لضغط من أي جهة من الجهات لذلك هنا يجب على الإدارة المصرية يعني لا ترعاها المتحدة الأمريكية جغرافيا فقط يعني بأن ما يجري على أرضها فقط هو نوع من الاستضافة يعني حتى هذه اللحظة يمثل الأمر نوع من الاستضافة وتلبية لرغبة رأس الدولة في مصر عبد الفتاح السيسي في إطار يعني العلاقة بين ترامب وعبد الفتاح السيسي ما هي أهداف رأس السلطة في مصر الفتاح السيسي من هذا الطلب الذي وجهه أو هذه الدعوة التي وجهه لرئيس الأمريكي حتى يستضيف هذه المحادثات ما هي أهداف السيسي من ذلك؟ يعني مما لا شك فيه هناك هواجس كثيرة تعتمل في رأس صانع القرار المصري فيما تعلق بموضوع سد النهضة يعني على أساس أن أثيوبيا يعني منحنى المحادثات أو منحنى التفاوض إذا سميناه الآن بالنسبة لأثيوبيا هو الآن يصعد ناحية التصلب هي متصلبة فيما تعلق بموضوع فترة ملء السد يعني وفي نفس الوقت يرى رأس الدولة في مصر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون قادرة على ممارسة نوع من الضغط على أثيوبيا فيما يتعلق بالنواحي التقنية المختلفة عليها والتي تتعلق بفترة مرء السد وأيضا هناك مشكلة كبرى يعني أخرى تتعلق بموضوع تشغيل السد لكن ترامب عندما تلقف يعني هذه الإشارة من عبدالفتاح السيسي وهذه وجهة نظري أراد أن يسخرها بطبيعة الحال لأجندته الداخلية يعني لا سيما أنه مقدم على انتخابات لكن أنت عندما تقرأ يعني وتعود إلى استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الإفريقي وفي هذه المنطقة ليس من اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية يعني أن تمارس الوساطة بمعناها الحرفي وبمعناها السياسي وبمعناها الدبلوماسي في أزمة كأزمة سد النهضة يعني لأن هذه الأزمة هي خارج حسابات الإدارة الأمريكية لذلك هنا يجب على صانع القرار في مصر يعني أن يجيش كل إمكانياته بطبيعة الحال لكي يمارس نوعا من الضغوط على الحكومة الأثيوبية سواء كان عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها أما ترامب فقد كان يعني هذه الصورة التي أخذها مع المجموعة الوزرية التي كانت موجودة وصدرت في الصحافة وهذه التويتة التي كتبها واستفاد هنا من السياسة الخارجية في قضية تعتبر من وجهة كثير من الدبلوماسيين والمحللين السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر قضية ليست ذات حظوة أو اهتمام لدى الإدارة الأمريكية أو تأتي في اهتمامات استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا وفي القرن الأفريقي الكبير نعم دعنا نشرك معنا في هذا الإطار أيضا الأستاذ محمد عويس المختص في أشياء الأمريكي سيد عويس مرحبا بك معنا أهلا وسهلا بكم أهلا بك سيد عويس في البداية في أي إطار تأتي أو يأتي رعاية للولايات المتحدة الأمريكية لهذه الاجتماعات بين وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر حول ملف صد النهضة أولا هذه محاولة عقيمة وغبية حتى ندرأيه من نظام السيسي ومن حول نظام السيسي أن يلقي بمسؤولية أو يلقي بهذه القضية بأحضان رئيس فاشل الرئيس الأمريكي رئيس فاشل ولا يهتم حتى لا يهتم بما يهم الأفارقة أو العرب أو المسلمين أو حتى الأمريكيين فلذلك هم أتوا إلى هنا ظن أنهم سيستفيدوا من الرئيس ترامب ليس بالملق ولكن بإعطاء الرئيس ترامب بإظهاره أنه رئيس موجود على الساحة الدولية ولهذا السبب أن النظام المصري قال مفاوضات أما إثيوبيا قالت لقاء محادثات لم يكن هناك مفاوضات لم يكن هناك مفاوضات هذا لقاء لقاء تشاوري وليس مفاوضات وخاصة أن الجميع يعلم أن الوساطة في هذه المواضيع والتحكيم بهذه المواضيع ليس سهلة ومحاولة السودان ومحاولة مصر والسودان أن يلعبوا بهذا الملق بهذه الطريقة أنا برأيي سيضع الطرفان السوداني والمصري في مأزق كبير جدا لأن النظام الإثيوبي ما زال مستمرا في بناء هذا السد وإمكانية مصر أو مصر أو السودان أو مصر والسودان مع بعضهم بعضا أن يوقفوا هذا المشروع فهي صعبة كان عليهم بالأحرى كان الأحرى بهم أن يذهبوا إلى إحدى المحاكم محاكم الدولية لمحاولة تقريب وجهات النظر واستصدار فتوى دولية هل سيد عويس تتفق مع ضيفي هنا في السودان الذي يتحدث بأن هذه الاجتماعات التي يرعاها ترامب هي مجرد استعراض أو شو لدونالد ترامب ولا علاقة الاستراتيجية الأمريكية بمثل هكذا اجتماعات أولا هو ليس اجتماعا وليس مفاوضات هو لقاء كان لقاء لا تحل مشكلة كهذه المشكلة بلقاء ساعة أو ساعة ونصف ولم يكن حتى الرئيس الأمريكي موجودا ولم يكن هناك أي مسؤول دبلوماسي من وزارة الخارجية الأمريكية أنا أعرف وزارة الخارجية الأمريكية أن لديهم أخصائيون في المياه في الدبلوماسية في إفريقيا في شمال إفريقيا والعرب هم من شمال إفريقيا لم يكن أحدا موجودا في هذا الاجتماع ما عدا وزير الخزان الأمريكي الذي ليس له خبرة لا دبلوماسية ولا سياسية وزير الخزان الأمريكي أتى وحصل على هذا المنصف فقط لأنه صديق لسرام فلذلك كل هذا الاجتماع نعم هو كان فقط من أجل إعطاء الرئيس مظهرا أنه رئيس قادر على التحكيم بين الناس ولكن علينا أن نتذكر كذلك أولا وزارة الخزان الأمريكية تبعد عشر أمتار عن البيت الأبيض والرئيس الأمريكي حضر فقط ليسلم عليهم ويلتقطوا الصور معه ولم يكن موجودا في هذه الاجتماعات فكلها أنا أتفق مع ما تفضل به أنا لم أسمع ما قاله ولكن أظن أنني أتفق حسب ما قلت أتفق أن هذا الاجتماع كان مضيع للوقت بل إضاعة وقت كبير لأنه أهمية الوقت الآن هو إذا لم يكن هناك تحكيم دولي وأمر من مجلس الأمن الدولي كذلك أن أثيوبيا تعدت واعتدت على إتفاقات 1929 و 1959 فمعنى ذلك أن المشكلة ستنتهي في المحاكم بينما أثيوبيا تملأ السد إن كان بـ 74 مليار متر مكعب أو بـ 50 مليار أو بـ 40 مليار كل هذا يشكل خطرا على استمرارية الحياة في السودان أولا وفي مصر ثانيا لكن هذا الأمر لا يشكل أي أهمية لولايات المتحدة الأمريكية سيد عويس شوف يعني الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالأمن الدولي والسلام الدولي والتعايش الدولي ولكن علينا أن نتذكر أن هذا الرئيس أولا لا يحتفظ بالملفات لا يوجد عنده نظام قائم يعني لا يعتمد لا وزارة الدفاع ولا الخارجية ولا الاستخبارات ولا هؤلاء جميعا فعندما يذهب هذا الرئيس ستذهب هذه الملفات كلها أو هذه الاجتماعات كلها معه هذا كله كما يعني كما استفضل لديكم هذا الشو يعني هذا مسرح حتى مسرح في الهواء الطل يلعبون بمصير الأمة ومصير 130 مليون عربي في مسار نهر النيل في حياتهم بدون الالتزام بالمسؤولية بمسؤولية الأنظمة يعني كانت في السودان أو في مصر من أجل ضمان أمن الأمن الغذائي والأمن المائي لهذه الدول نعم وصد هذه الفكرة شكرا جزيلا لك سيد محمد عويس المختص في أشياء الأمريكي كنت معنا ضمن هذه الحلقة من مباشر مصر أعود إليك مرة أخرى أستاذ شرراوي فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الكيان الصهيوني الذي هناك بعض التحليلات تتحدث عن أن هذا السد يصب في مصلحة الكيان الصهيوني بشكل أو بآخر وأن الصهينا يحمون هذا السد بأنظمة دفاع خاصة إن صحت هذه المعلومة هل تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تكون ضاغطة على مصر في وقت من الأوقات إذا احتاج الأمر ذلك شوف يعني عفوا يعني أنت هنا تدفعنا إلى الحديث عن بعد تاريخي في هذا الأمر وأعتقل حتى أجيب على سؤالك هذا لابد أن نلقي نظرة على هذا البعد التاريخي يعني الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود وقد كان لديها مشروعات وخطط فيما تعلق لاستغلال الموارد المائية الموجودة في أثيوبيا تحديدا وقد حددت يعني الإدارة الأمريكية عبر مستشاريها وفنيها الذين كتبوا تقارير عديدة فيما تعلق عن إمكانية استغلال السدود لتوليد الكهرباء في أثيوبيا حددوا مجموعة من النقاط التي من الممكن أن يتم إنشاء سدود فيها وفقا ننتقل هنا إلى جانب آخر يعني أنا أكلمك هنا على أشياء من ستين سبعين سنة تقريبا ننتقل هنا إلى جانب آخر وهو بعد استراتيجي للكيان الصهيوني يعني لدولة الاحتلال الصهيونية في أرض فلسطين المباركة يعني كان هناك منذ عقود محاولات لتطويق مصر ولخنق مصر عبر منابع نهر النيل وكانت أثيوبيا ومنطقة هضبة الحبشة بطبيعة الحال يعني المصدر الأساسي لنهر النيل الذي يمر من مصر والاحتياجات مصر التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب فكانت هذه المشروعات ذات أهمية بالنسبة للكيان الصهيوني وتسعى واسع الكيان الصهيوني حثيثا سواء بطريقة مباشرة أو عبر الشركات الصهيونية الأمريكية لاستغلال هذه النقطة ومحاولة الضغط على مصر على اعتبار أن مصر هي الدولة المحورية ودولة المواجهة الأولى مع الكيان الصهيوني وهي الدولة التي إن خنقت في هذه المنطقة فإن جميع المنطقة ستكون في قبضة الكيان الصهيوني وفي قبضة أي قوة دولية تريد أن تسيطر على هذه المنطقة لأن مفتاح السيطرة على هذه المنطقة هو أن تسيطر على مصر حكومة وشعبا طيب ما الذي حدث؟ حاولت أثيوبيا على مدار التاريخ حتى لو رجعنا إلى الفترات القديمة كان هناك محاولات حتى في القرن التاسع عشر وكان هناك حملة إبراهيم باشا على سبيل المثال الدولة المصرية ما بعد محمد علي وهذه الحملات التي تمت حتى في منابع النيل لتأمين منابع النيل وتأمين سرين هذا النيل إلى مصر يعني وإذا تجاوزنا هذه المرحلة وذهبنا إلى مرحلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنجد أن أثيوبيا أيضا كان لها محاولات وكان الرئيس عبد الناصر واضحا يعني في بيان مدى خطورة إقامة سدود ضخمة لذلك السد الذي كان مزمع إن شاءه في هذه الفترة عدلت أثيوبيا في فترة وجود هيلسلاسي عدلت من مواصفات هذا السد وقللت من ارتفاعه ومن قدراته الاستيعابية لأن عبد الناصر قالها كلمة صريحة أن هذا يؤثر تأثيرا خطيرا على مصر أيضا في عهد الرئيس الراحل السادات رحمة الله عليه في عهد الرئيس السادات أيضا كان له مواقف يعني واضحة بل يقال أن هناك عملية عسكرية تمت لتدمير الحفار الذي كان ذاهبا إلى أثيوبيا للقيام بعمليات إنشاء سد أو مشابه ذلك لكن كان على الجانب الآخر يعني كان الرئيس عبد الناصر الرئيس أنور السادات كان هناك أدوار دبلوماسية قمون بها للحفاظ على الحضور المصري في البعد الإفريقي والحفاظ على قوة مصر الناعمة في عهد مبارك أيضا يعني مبارك كان له كلماته الشهيرة والمعروفة في هذا الأمر وكانت الاستراتيجية الواضحة بالنسبة لمصر وبالنسبة للقوات المسلحة المصرية وهناك بالمناسبة تسجيلات للرئيس مبارك وهناك تسجيلات لوزير الدفاع المصري المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة رحمة الله عليه وهو يتكلم عن موضوع نهر النيل بأنه لا جدال في هذا الأمر لكن جاءت الفترة ما بعد 2011 وشهدت تقلبات سياسية في المنطقة وشهدت تقلبات سياسية بطبيعة الحال في مصر ثم أتى توقيع رأس الدولة في مصر عبد الفتاح السيسي على اتفاقية مبادئ السد في مارس 2015 والتي اعتبرها كثير من المراقبين بمثابة تصريح لإثيوبيا بأن تواصل عملية بناء السد لكن النقطة هنا حتى نتكلم وأجيبك على سؤالك الأساسي بعد بيان هذا البعد التاريخي توصيل مياه النيل إلى الكيانة الصهيوني هذا مشروع قائم بطبيعة الحال وفي رؤية صانعي القرار داخل الكيان الصهيوني لكن فرضية هذا الأمر عمليا يعني حتى بالرجوع وبسؤالي الشخصي لكثير من الفنيين وأصحاب الخبرة في هذا الأمر يستحيل على الإطلاق أن يتم هذا الأمر في الوقت الحالي يعني حتى انفكر يعني هناك استراتيجية لكن يمكن أن يكون مقدمة لذلك أستاذ محمد نعم لابد أن تعطيني الوقت حتى أشرح لك الفكرة يعني حتى يكون المشاهد أيضا على علم وبصيرة بالأمر يعني وارد يعني سيقال بالفعل أن السحرات الموجودة التي تم إن شاء الله أسفل قناة السويسة وفتستخدم في هذا الغرض لتوصل بعد ذلك المياه إلى صحراء النقم في أرض الكيان وأنا أبشرك إن عشنا إن شاء الله يعني وقدر الله لنا أن نعيش 20 سنة 25 سنة كمان لن يكون هذا الكيان بأمر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لن يكون هذا الكيان موجودا لأنه يحمل عوامل فناءه من الداخل في ظل هروب الكثير من الخدمة العسكرية داخل دولة الكيان وهذا التفكك الاجتماعي الموجود وهذه الدولة الطفيلية التي زرعت في المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية كانت قد طرحتها حتى منذ القرن الماضي فيما يتعلق بعملية تسعير المياه يعني كانوا عايزين يتعاملوا مع المياه زي ما بيتعاملوا مع إيه؟ زي ما بيتعاملوا مع البترول لكن الدولة المصرية في فترة الرئيس مبارك رافضت تماما هذا الكلام وهذا الكلام بالمناسبة يعني كان مطروحا في البنك الدولي الولايات المتحدة الأمريكية طرحته مطروحا في البنك الدولي وأرادت أمريكا أن تنقل هذه التجربة حتى يمكن على سبيل المثال تمرير المياه من أثيوبيا إلى مصر ثم تصل إلى إسرائيل بعد ذلك وتحصل مصر مقابل ذلك على مبالغ مالي لكن كأمر عملي أنت لما بدك تقول أن سد النهضة ده عايز توصل منه المياه إلى دولة الكيان هذا السد حتى يملأ يحتاج من خمس إلى سبع سنوات وإذا ملأ وفقا لرغبة المصريين وحتى لا يؤثر على أوضاع في مصر لن يملأ قبل عشر سنوات طيب حيملأ خلال عشر سنوات وبعد هذه العشر سنوات أنت لا تدري ما هو حجم الأمطار والفيضانات والفيضات في الماء فهنا عندما حتى تفكر في مثل هذا الأمر هذا الأمر لن يكون قبل عشر إلى خمستاشر عام لكن هناك محاولة فعلية من قبل الكيان الصهيوني الذي استطاع أن يتمدد يعني عبر الخبرات التقنية الموجودة لديه وعبر خبراء عسكريين وعبر خبراء زراعيين وعبر خبراء ماليين استطاعوا انتهجوا استراتيجية في قلب إفريقيا وفي القرن الإفريقي يعني حتى ترجمتها زيارة نيتنياهو في العام الماضي إلى إفريقيا وخطابه في البرلمان الأثيوبي يعني فهذه كانت محاولة أيضا لتطويق مصر أيضا ما يقال عن موضوع سواريخ سبايدر يعني على سبيل المثال التي تروج لها إسرائيل أستاذ محمد يعني وتحاول أن تصورها على أنها الصواريخ التي ليس قبلها وليس بعدها أستطيع أن أقول لك أن هذه الصواريخ إذا كانت أثيوبيا بالفعل استطاعت أن تشتريها الطيران الباكستاني على سبيل المثال مرمغ بهذه الصواريخ الأرض لأن هذه الصواريخ هذه المنظومة اشترتها الهند واستطاعت طيران الباكستاني أن يخترق هذه المنظومة ويمرمغ بها الأرض حتى لو فكرت في حل عسكري أو ما شابه ذلك أو طيران أو ما شابه ذلك هذه المنظومة لها حسناتها ولها سيئاتها وليست بالشكل الذي ترونه دولة الكيان الصهيونية لكن هناك استراتيجية صهيونية لنقل بيه النيل إلى الكيان الصهيونية بدون شك وطرحت هذه الفكرة وقيل أن ترعت السلام التي أنشأها الرئيس السادات كانت تهدي في ذلك لكن أنا لا أستطيع أن أوقن أو أجزم بمثل هذه الأمر لأن هذه الترع على سبيل المثال عندما تمددت إلى أرض سيناء في هذا الوقت كانت في حاجة إلى تنمية وكان لدى الرئيس الراحل السادات رحمة الله عليه مشروعا كبيرا لتنمية سيناء ولتوطين مواطنين مصريين من الفلاحين وممن يجيدون زراعة الأراضي في أرض سيناء ولكن شاء الله سبحانه وتعالى وفاة الرئيس السادات وعندما جاء الرئيس مبارك تعطل هذا المشروع وهناك شهادة موجودة على الإنترنت لوزير الإسكان الأسبق في عهد الرئيس السادات وفي عهد الرئيس مبارك المهندس حسب الله الكفروي يتكلم عن هذا المشروع ويتكلم عن تعليمات مبارك له بالعودة وعدم الاستمرار في هذه المشاريع في ذلك الوقت آنذاكي جميل مقدمة التي هي تاريخية شوية لهذه العلاقة ولهذا الطمع الصهيوني في مياه النيل وعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بذلك ومن هنا إذا كان هذا المشروع يعمل عليه الكيام الصهيوني وإذا كان صنع القرار في مصر ربما لا يهمه ذلك كثيرا وهو مفرط بالأساس في أرض مصر وفي مياه مصر وفي غاز مصر وهذا معروف وهنا هل يحتاج ذلك أيضا من الأساس إلى الضغط من الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط في هذا الملف أم أنه طالما هذا مشروع صهيوني وطالما أن النظام المصر الحالي لديه علاقات دافئة مع الكيام الصهيوني كما وصفها وكما صفها الكيام فهذا الأمر لا يحتاج أساسا إلى ضغط الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن أن ينفذ هذا المشروع وتنفذه مصر بنفسها شوف يعني هو حقيقة وفق المعطيات الموجودة على الأرض الآن وفقا لقراءة التي قد تكون صحيحة وقد تكون قاصرة يعني الأمر فيما تعلق بموضوع المياه وبهذا الشكل هو مطروح منذ زمن بعيد يعني منذ القرن الماضي من منتصف القرن العشرين وكان هناك أحاديث كثيرة وتحذيرات كثيرة يعني فيما تعلق بموضوع أمنانة المياه يعني لأن المياه يعني صارت بالنسبة للوطن العربي وبالنسبة لبلد مصر وبالنسبة لأي بلد يعني هي ذات موعد أمن قومي يعني فأنتم كان مرحلة التخطيط الآن مرحلة التنفيذ يعني هناك نقطة لابد حقيقة أن ندركها يعني أنا يذكر أحد الكتاب المعروفين في مصر أنه كان في رحلة يعني مع وفد مصري وكان وقتها رحمة الله عليه مدير المخابرات المصرية كان الفريق عمر سليمان يعني فكان هناك تقارير تتكلم عن أن أثيوبيا ستسعى إلى إنشاء سدود وما شابه ذلك يعني فهو ينقل وكتب هذا في مقال له اللي هو الأستاذ عبد العظيم حمات وكتب هذا الكلام في مقال له أن السيد عمر سليمان قال له أن الأثيوبيين يستعينون بنا بمهندسين وبفنيين عندما يتعرضون لأزمة في سدودهم لذلك أثيوبيا ليس فيه إمكان يعني هذه كانت العقيدة والرؤية الموجودة يعني لذلك لن يكون في إمكانيتهم أن يبنوا سدا بمثل هذه الضخامة وسد بهذا الشكل يحتاج تمويلا كبيرا يعني بهذا الشكل لكن مع الأسف الشديد يعني مع مرور الوقت ومع تراجع الوجود المصري يعني في منطقة القرن الإفريقي وتراجع قوة مصر النعيمة في منطقة إفريقيا يعني بدأت إثيوبيا يعني الإدارة الإثيوبية ومن خلال أيضا تعاونها مع الكيان الصيوني هناك علاقات متجذرة مع الكيان الصيوني ومع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفكر في عملية الاستغلال الاستراتيجي للمياه لكن وهنا كان يجب على دول المصاب مثل مصر والسودان أن تتنبه مبكرا لهذا الأمر يعني هذا الأمر كان متنبها له في العقود الماضية لكن كما وردت تقارير أستاذ محمد يعني ونشرت هذه التقارير أن رأس الدولة في مصر عبد الفتاح السيسي يعني هناك مجموعة من التقارير التي صدرت له وهناك تحذيرات يعني حتى من مستشارة الأمن القومي السيدة فيزة أبو النجا يعني حذرت من التوقيع على اتفاقية السد لكن كان هناك نوع من الثقة الشخصية لدى رأس الدولة في مصر يعني ووفقا للتقارير يعني المكتوب في أحد المواقع يعني وعلى لسان يعني مصدر وعلى لسان مصدر رسمي يعني وهذا الكلام بالمناسبة موجود على موقع مدى مصر يعني يستطيع الجميع أن يطلعوا عليه أن عبد الفتاح السيسي قال لا يعني أنا أضمن أن أحل هذا الموضوع ونظر إلى الموضوع من وجهة نظري ولم يلتفت إلى تحذيرات الأجهزة سواء المخابرات الحربية المخابرات العامة أيضا تحذيرات مستشارة الأمن القومي فيزة أبو النجا ووزارة وتحذيرات وزارة الدفاع وتحمل الأمر شخصيا ما أن تم التوقيع يعني أصبحت مع مرور الوقت أثيوبيا تمارت نوعا من استغلال الوقت في هذا الأمر وبدأ المشروع وانطلق المشروع لكن هذا الأمر يعني يدعونا إلى تساؤل يعني أنا أتساؤل هذا النيل يعني بعيدا سأخذك إلى شق أخير هذا النيل الذي يجري منذ خجر التاريخ هل تستطيع أثيوبيا فعلا؟ يعني في ظل ما يهطل من أمطار على أضابة الحبشة يعني أن تمنع جريان هذا النهر حتى يصل إلى مصر يعني هناك من يقول بحسابات عقلية وبعض الحسابات الفنية لا يمكن لأن أنت عشان تمنع المية دية فأنت لازم حتعمل إيه؟ لازم حتوجد مساحات عشان تخزن إيه؟ المية المية طب أنت هل عندك مساحات تخزن بها المية اللي حتنزل كل سنة بعد ما تخزن عندك 74 مليار ده حتطلب منك مساحات أرض المناطق دي كلها مناطق مرتفعة يعني ما هيش مستوية مساحات الأرض دي حتأتي على حساب الزراعة حتأتي على حساب تشققات في الأرض ستأتي على حساب تبخر على 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 يعني حتى البعض في تحليلي لهذا الأمر أقول لك لا تستطيع أثيوبيا بأي حال من الأحوال أن تمنع مرور المياء لأنك في حاجة إلى مرور المياء وأيضا السد الذي يتم إنشاءه هو بيتم إنشاءه ليه؟ يعني هو في 12 توربين الـ 12 توربين دول عشان يشتغلوا ويولدوا الكهرباء بمعدل 6000 إلى 7000 ميجا واط التي تريدها أثيوبيا لابد المية إيه؟ لابد المية تمر بطبيعة الحال فإذا المية ما مرتش أنت مش هتولد كهرباء وأثيوبيا عاملة السد ده أساساً مش عشان احتياجات مالية ما احتياجات مالية ولا احتياجات زراعة ولا كلام من ده ده هي عاملها عشان تولد إيه؟ تولد كهرباء طيب إذن هو سيعوق تدفق المياه طيب حتى كمان البحيرة اللي تم إنشاءها دي يعني يقول بعض الخبراء ويقول محللون في هذا الأمر إن البحيرة دي هيكون حجم البخر اللي هيطلع منها بما يعادل 10 مليار متر مكعب تقريبا والبحيرة دي على بعد 20 إلى 40 كيلو متر من الأراضي السودانية معنى ذلك إن البخر ده هيبدأ يتحرك من قرب الحدود السودانية وحمشي من السودان إلى مصر وهذا سيجعل من مصر بلدا إيه؟ بلدا مطيرا يعني حيوبة في مصر بلد كمان حيوبة في مصر مطر حتى فين في الصيل يعني إذا كان أنت الأمطار بتوفر لك حوالي بيسقط عليك أمطار حوالي خمسة وخمسين حوالي واحد وخمسين مليار متر مكعب سنويا من الأمطار بيقولوا إن حجم الأمطار حيزيد حتى يصل إلى حوالي تقريبا 74 إلى 77 مليار متر مليار متر مكعب لإنه حتكثف 10 مليار من هنا وحتكثف من مناطق أخرى كارثة أخرى بالنسبة لمصر ما أنا بقول لك يعني فيه أطروحات كثيرة في هذا الأمر لكن هناك نقطة أنا لما يمنع عني تدفق الماء وجريانه بالصورة الطبيعية فيتعطل سد السد العالي على سبيل المثال ويقل منسوبه هو أنت حتعوق هذا التدفق وفي نفس الوقت أنت في حاجة بنقول عليها اللي أنا قلت لك عليها في المرة اللي فاتت اللي هي سياسة الهايدرو بوليتيك سياسة الهايدرو بوليتيك أثيوبيا من خلال تحكمها يعني فيه تدفقات الماء مش هتقدر تمنع الماء أبدا الماء ده هو حجم الماء اللي بتتسرب حتى من تحت الأرض بتعمل مليارات المرية نفسها يعني أنت مع التخزين الماء اللي بتتسرب وتروح ناحية السودان على سبيل المثال بتقدر بالمليارات يعني بمليارات المتر الأمطار من الأمطار المكعبة طيب انت مش هتقدر بأي حال لكن انت هتعمل إيه انت هتعوق وعايز هنا تمارس علي سياسة الضغط بحيث أن انت هنا يبدأ يتحول مركز مركز القوة ومركز التحكم ومركز صنع القرار في هذه المنطقة بيد من يتحكم في مفاتيح الإيه في مفاتيح المياه يعني لكن هل تفلح أثيوبيا فعلا طيب هل هذا الأمر له حلول من الممكن أن تأتيها الإدارة المصرية نحن هناك مقربات نحن قبل الحلول وقبل الخيارات نعم هل معنى هذا الكلام أنه سد النهضة ليس بالكارثة الكبيرة على مصر لهذه المعطيات التي ذكرت نعم هو أنا أنا بنقول لك هنا كمان وجهة نظر بنقول لك وجهة نظر لبعض المحللين يعني بعض المحللين بيقول لك بيقول لك أن عملية التهويل يعني سواء على الجانبين يعني في أثيوبيا على سبيل المثال هو أعمال يهول ويضخم من حجم المشروع لأنه مشروع قومي ومجيش الدنيا هناك وعمال ومتبع استراتيجية إيه مستاذ محمد يعني هو أعمال وهو بيسوأ أنا بقول لك أثيوبيا هنا بقى دلوقتي يعني وحنقل لك على المصر هو أعمال بالنسبة لأثيوبيا يقول والله وبيخاطب العالم بخطاب عاطفي يقول والله ده أنا عندي 66% من مجموع الأثيوبيين ما عندهم شي كهرباء طب هما ما عندهم شي كهرباء أنت عامل كهرباء على الحدود وعمل السد على الحدود وفي منطقة جرف صخري ومنطقة فيها مشاكل جيولوجية ووووة ليه وما هذا يعطي برضو إشارة أخرى ورجعنا مرة أخرى للتحليل بيد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وأفكار تسعير المياه وبيع المياه وجعل المياه سلعة وما شابه ذلك فهو جيش الأثيوبيين في ضل وجود وجود بعد أثني داخل المتمع الأثيوبي المتمع الأثيوبي عبرها عن مجموعة من الأعراق وبينهم وبين بعض مشاكل واستطاعت البعض يعني الحكومات الأخيرة أن تحدث نوعا من الإيه من التوافق نوعا ما فإنت بتبحث عن إيه؟ بتبحث عن مشروع قومي تبدأ تنفخ فيه عن طريق الإعلام وعن طريق هذا الإعلام تبدأ توجه هم الناس للمشروع ده كله وتسحبهم بعيد عن الأمور الأخرى واستطاع برضو أبي أحمد في الفترة اللي فاتت أنه يعمل تقريبا يعني صفر مشكلات مع جيرانه يعني مثلا على سبيل المثال جيبوت الصومال الأريتريا وما شابه ذلك وقام بدور يعني فيما تعلق بمرحلة الثورة السودانية ودور تأليف بين يعني بين كفة الأضضب في الثورة السودانية طيب على الجانب المصري على الجانب المصري عامل الإعلام بوتيرة عالية جدا يعني للتخويف من مقالات سد النهضة بس هو فيه نقطة مهمة جدا يعني أنت برضو لابد أن نعيها ولابد أن يعيها كل مصري إحنا بيصل النيل خمسة بيصل لبحيرة السد نصيب مصر خمسة وخمسة وخمسة من عشرة مليار البحيرة على سبيل المثال في الفترة اللي فاتت وفقا لكل الخبراء وما تم نشره كان فيها زيادة عن المنسوب وتم تفتح المفيض وفيه حتى كمان يعني أماكن لما فتحت المياه تم تسريب تم تسريب مياه للصحراء في سيناء لأول مرة على أساس أن ده ما يؤثرش على إيه؟ على على السد ولا يؤثر على البحيرة وفيه بعض الأماكن فيه مش عارف في الأماكن على بعض أفرع النيل يعني أراضي غرقت بالكامل بسبب ارتفاع إيه؟ ارتفاع المنسوب طيب أنا عندي مياه بس أنا من وجبك دولة أن أنا أعمل إيه؟ أن أنا يعني أمارس سياسة التحذير بس هنا فيه استراتيجية تخويف وتخويف عالية أول على أساس أن ده خلاص يعني الدنيا خلاص أمارس استراتيجية التحذير ما أنا جايلك نغير طبيعة طبيعة التعامل مع المياه عندي لأن أنا مضمنش الظروف النهاردة مضطرت بكرة ممكن ما تمضطرش ممكن مخزون يبقى أقل يبقى نظام الري بالغمر اللي كان بيتم اللي كان بيتم في مصر وإهدار المياه بلا حسيب ولا رقيب محتاجين نغير نغير الأمر دو فالحكومة في مصر خدت خطوات تقنية خدت خطوات تقنية في هذا الأمر خطوات فنية يعني لابد أن تلجأ أن تلجأ له وده ما حاجات تانية المفروض أنها تخدها من استقلال مياه الأمطار وترشيد المياه والاعتماد بدل الري على الغمر أبدأ أعتمد على الري بالتنقيد في بعض المحاصيل دي أمور إيجابية يعني دي أمور إيجابية لابد منها لكن إحنا جينا في مرحلة وبدأ الإعلام يشتغل بطريقة قوية جدا وصعد من هذا جميعنا حتى إحنا كمراقبين سياسيين وكمحللين وبحكم مصريتنا يعني وبحكم انتماءنا إلى هذه الأرض وهذه البلد كان لدينا التخوفات التخوفات الكبيرة يعني حتى وصل الأمر بالبعض إلى حد أن لك استخدم القوة المسلحة لا هو في حلول يعني في حلول لكن هنا المفوض المصري ضيع فرصا ضيع فرصا نأتي هنا الفكر تضيع الفرص والخيارات المتاحة الآن نعم نعم يعني هو في نقطة أثيوبيا بتلعب الآن على إيه؟ أثيوبيا بتلعب الآن على مسألة على مسألة الوقت ومع الأسف مع الأسف الشديد من أدار هذا الملف أداره بنوع من حسن النية يعني مبادئ السد المبادئ العشرة دي تعالى أي طرف الذي أداره بحسن نية؟ الجنب المصري يعني الجانب الجانب المصري يعني الجانب المصري مع الأسف الشديد أداره هذا الملف يعني يعني إذا شئت التوصيف أداره بحسن نية فيها عدم مراعاة لأبعاد الأمن القومي وعدم مراعاة لموضوع يعني لموضوع ما أستطيع أن أسميه الأمننة يعني لأن الأمننة أو نظرية الأمننة دي يعني يعني عبارة عن يعني هي أداة مهمة جدا في تحليل قضايا الأمن المختلفة يعني قضية زي قضية المياه على سبيل المثال يعني وأنتم الآن يعني تعرضون صور لسد النهضة وقضية سد النهضة هذه قضية قومية وقضية كبيرة جدا فأنا محتاج إن أنا كم من بدري أدرك على الأقل يعني يعني أشتغل بسوء الظن أشتغل بإيه؟ بسوء الظن أنا عارف وعندي مخططات وعندي تحذيرات وعندي مستشارة أمن قومي حذرت وعندي مخابرات عامة حذرت وعندي مخابرات حربية حذرت وعندي خبراء في الراي حذروا وبعدين أجي في الآخر لا أقول أنا اللي إيه؟ سيبوني أنا اللي حتكفل بالأمر ده يعني هو أبو غزالة رحمة الله عليه يعني المشير أبو غزالة الله يرحمه ولا الرئيس مبارك ولا الرئيس السادات رحمة الله عليه ولا الرئيس ديمال عبد الناصر الجماعة دولي يعني ده كانوا زعماء كانوا زعماء وكان لهم حظه وكان لهم حضور أكثر من حضور عبد الفتاح السيسي في حد منهم قال سيبوا الأمر ده عليه ولا كانوا بيتعاملوا بقوة يعني حتى مصر أيامها كانت تعداد السكان مختلفة يعني كانت الاحتياجات مختلفة لكن تأتي أنت الآن وبعد أن تجاوزت المئة مليون المئة مليون نسمة وتيجي تقول سيبوا الموضوع ده علي ولا تلقي بالك لتقارير الأجهزة السيادية التي قدمت لك طيب أنت الآن خلاص يعني وقت الفاس فالراث الخيارات الآن المتاحة فأنت عندك في مجموعة من المقاربات أنت الآن بتاخذ يعني بدأت تخطو خطوات في هذا الأمر بدأت تتجه مثلا إلى دولة وسيط من خارج القارة على سبيل المثال زي الولايات المتحدة الأمريكية بس الولايات المتحدة الأمريكية لن تلعب دور الوسيط على الإطلاق كما قلنا وشرحنا هذا الأمر ولكن هي بتمارس دور المستضيف لا أكثر ولا أقل يعني تعالوا أعودوا عندي دور المستضيف حتى لن يصل لدرجة المراقب تعالوا أعودوا عندي وحناخد صورة حلوة مع ترامب ويسخر ترامب هذا الأمر لمصالح السياسة الداخلية عنده على أساس أن رجل مطلوب في السياسة الخارجية طيب هنا المفاوض المصري المفاوض المصري وصنع القرار المصري يعني خلاص انت خطب المقربة دي ومقربة الوسيط لا عندك في حاجات تقدر تعملها يعني إذا تعنت الجانب الأسيوبي وأنا على ثقة أن الجانب الأسيوبي سيتعنت لأن هو يواصل ويستخدم استراتيجية تمويت الوقت يعني بيموت معاك الزمن وبيموت معاك الوقت وعلى الجانب الآخر هو مستمر وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية الأسيوبي أكد أنه موقف بلادي ثابت إذا استخدام العادة لمياه النيل وقال أن بلاده مستمرة في طريقة لاستكمال بناء صد النهضة ولا يمكن ثانية عن ذلك نعم يعني شوف أنت مصر لو بدها تاخذ بالمقاربات يعني أنت عندك فيه المقاربة فيه مقاربة سياسية يعني فيه مقاربة اقتصادية في التعامل ومواجهة هذا الأمر فيه مقاربة تقنية وموضوع المقاربة العسكرية دي يعني دي في ظل الوضع الظروف الدولية يعني غير ممكن لا هو كل حاجة ممكنة يعني بس أنت ما بتشتغلش بالأمر ده لأنه هو وارد يعني أنت بإيدك أن أنت تحل الأمر فهنا إحنا لما بنسأل سؤال نقول ماذا لو فشلت ماذا لو فشلت هذه المحادثات التي تقول عنها أثيوبيا محادثات ومصر تسميها مفاوضة هنا أنت قدامك حاجة وفقا يعني لكل الخبراء اللي موجودين أنت قدامك تلوح بعدة أشياء أولا أنت عندك فيه مقاربة اقتصادية للاستفادة من هذا من هذا السد يعني أثيوبيا على سبيل المثال الطاقة اللي حتطلع من السد ده على سبيل المثال أثيوبيا مش حتقدر تعمل بها حاجة ولا حتستفيد بها مالي إيه أنا أنا يعني عند الدول إيه لأ 4-5 مليار دولار لاستثمارات اللي حطتها يعني شركات ألمانية وشركات إيطالية وحطتها الصين وحطتها غيرها من غيرها من الدول طيب وفي دول عربية بتمول يعني في دول عربية ممولة زي المملكة العربية السعودية والإمارات دول بيمثلوا بالنسبة لك أدوات ضغط طيب أنا أثيوبيا لما بدها تستخدم تستخدم ده كده كده لازم المية حتعد منين من الفتحات على أساس يولد كهرباء لكن هي المشكلة كلها في فترة في فترة الملء وفي عدد التربونات اللي أثيوبيا عايزة عايزة تشغلها مرة قربت صادية بمعنى صفقات الكهرباء والماء نعم فأنا الآن إيه اللي يحصل إيه اللي يحصل أنا أستطيع يعني من خلال من خلال التلويح بالفوائد الفوائد الاقتصادية ومن خلال برضو يعني إذا استطاعت أمريكا أو البنك الدولي أن يضغطوا إن كانت أثيوبيا مش معتمدة على البنك الدولي قوي في الموضوع ده أنا أثيوبيا اللي عندها عايزة تصدره لمين عايزة تصدره للدول المحتاجة دول المحتاجة ديت عشان يصدر هذا الفوائد الكهربائي اللي موجود عندها وإنتاج هذا السد ويعود عليها بفوائد مالية لابد أن يمر عن طريق مين عن طريق مصر لابد أن يمر عن طريق عن طريق مصر طيب أنا عندي كمان لو حصل الأمر لابد أن أنا أخوض مسار آخر وهذا المسار هو يعني هو مسار قانوني لأن أنا لي حق ثابت وحق تاريخي لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها مجرد ما ضربت كده في دماغ الحكومة الأثيوبية أن النهر ده بتاعنا لا مش بتاعك النهر ده مش بتاعك ده حق تاريخي وماء جار يعني يعني والناس شركاء في ثلاث يعني من ضمن الثلاث دول الماء يعني الماء والكلأ يعني الماء والكلأ والهواء الناس شركاء فيه يعني فلا يستطيع أحد أن يمنع أحد لكن هذه الاستراتيجية التي تنتهجها إثيوبيا يعني وتريد منها أن تقزم دور مصر يعني بما إنها بما إنها ممكن تتحكم في حجم تدفقات المياه لكن لا تستطيع أن تمنع هذه المياه على الإطلاق بأي حال من الأحوال هنا حيوب مفتاح القارة الإفريقية عند مين عند إثيوبيا وأصبحت هي القوة الأولى هنا أنا استخدمت سياسة الهايدرو بوليتك في هذا الأمر وبدأت في هذه الحالة مصر تتراجع وتتقزم لا أنا أنهض نفسي في الموضوع دوت أبدأ أمارس ضغوط عن طريق أيضا دول حوض النيل الأخرى يعني عن طريق تقديم مشروعات اقتصادية أبدأ من خلال استخدام علاقاتي يعني أين الدول العربية التي مولت على سبيل المثال وتمول وما زالت تمول سد النهضة من هذا الأمر يعني هذا السد لا يمكن أن يكتمل بأي حال من الأحوال ما لم يكن هناك تدفقات مالية موجودة له تستطيع دول كالإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت والدول المساهمة الأخرى وفقا لطبيعة مصر المحورية وأيضا يعني دول أوروبية وإن كانت أوروبا يعني دورها متراجع بطبيعة الحال وأصبحت تعاني اقتصاديا ولا تملك إمكانيات فيه يعني في هذا الأمر يستطيع جميعا أن يمارسوا ضغطا يعني من خلال الشركات الأوروبية الشركات الألمانية والشركات الفرنسية والشركات الإيطالية وغيرها التي تعمل في هذا السد أيضا الصين يعني التي ضخت استثمارات في هذا السد من مصلحة الصين بطبيعة الحال أن تكتسب دور كدور الدولة المصرية طيب يعني أيضا أنا على الجانب الداخلي هناك أمر يتعلق بالمصريين وبالإدارة المصرية يعني النمط الذي اعتاد عليه المصريون في استهلاك المياه سواء في الزراعة أو في غيرها لا بد أن يتغير هذا النمط لا بد أن يتغير مع زيادة تعداد السكان يعني هذا أمر ضروري يعني ولا بد أن يقر في وعي الجميع يعني أنت على مدار السنين دي كلها يعني أنت المتوسط ما يخص الفرد المصري وإحنا تكلمنا في الكلام ده أقل من المعدلات العالمية بكثير يعني استخداماته في المياه لا تتجاوز الـ 550 متر مكعب بينما الحد الأدنى عالميا حوالي ألف متر مكعب وفي دول أخرى من دول حوض النيل يفوق هذا الأمر بكثير بتصل إلى الـ 1400 أو الـ 1200 متر متر مكعب وحجم استهلاك الفرد في بلد زي مصر من المياه النقية قليل للغاية طب إذن هنا أنا عندي مقاربة تقنية لابد أن أعمل أن أعمل عليه لكن لابد أن يكون حاضر في ذهن صانع القرار يعني صانع القرار النهاردة موجود لكن أنت عندك فيه سياسة دولة عفتاح السيسي موجود النهاردة فيه غيره حييجي بكرة هو مش مأبد ولا الحكومة دي مأبدة لكن هناك استراتيجية دولة يعني تتعلق بحياة مصر وحياة المصريين فأنا لازم أحط في ذهني هذا البعد الاستراتيجي وهو المتعلق بمكانة مصر ووجود مصر بحيث لا تتحكم أسيوبيا بأي حال من الأحوال يعني البعض عندما يشط حتى كمان يقول لك طب خلاص أنا استنفست الأمور دي والأثيوبيين قالوا لهم يعني بالأمر وبدأ البعض يتكلم عن مقاربات عسكرية وما شابه ذلك هل من الوارد استخدام مقاربة عسكرية؟ والله وارد الخبراء العسكريين يقدروا يقولوا لك في الأمر دوت هل سيترتب على ذلك مثلا ضرر لمصر؟ لن يترتب قد تتضرر بعض الأماكن الموجودة في السودان لكن التعاملات بين الدول لا تصل إلى هذا الأمر لأن هذه أمور تكلفتها عالية جدا لكن أنت في إطار المقاربة الاقتصادية والتلويح مصر بفواد اقتصادية وممارسة الضغوط يعني وأيضا سلوك مسار قانوني وتحكيم دولي وإن كنت أنا شخصيا يعني أفرق بين شيئين أفرق بين قوة القانون وقانون القوة ونحن في عالم مع الأسف الشديد لا يعرف قوة القانون لأنه كم من قرارات دولية كثيرة صدرت ولم تطبق ولكن العالم يعرف ما نستطيع أن نسميه قانون القوة فإن لم تمتلك القوة والإرادة لترغم غيرك على فعل ما تريد لا سيما إذا كان حقا وإنت صاحب حق تاريخي وحق وجودي لا يستطيع أحد أن ينكره فأنت في هذه الحالة تتخلى عن ثوابت وعن ركن ركين يتعلق بوجودك واستمراريتك واستمرارية مصر ووجوده نعم وسط هذه الأفكار حول ملف صد النقضة وحول ملف الوساطة والخيارات خيارات النظام في التعامل مع هذه الأزمة مشاهدين الكلام فاصل قصير ثم نواصل ابقوا معنا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 هي شهد زحاما شديدا من أهالي المتوفين الذين سقطوا داخل بلاعة صرف صحي ولقوا حتفهم أثناء محاولة إنقاذ أحد العاملين بعد استغاثته بالمرأة لإنقاذه من الغرق داخل البلاعة المتوفين هم رضا كرم عمار وهني الجمل محمد عبدو خفاجة ومحمد عيد البيومي سيطرت حالا من البكاء على المتواجدين أمام مشرحة المستشفى أثناء تسلم أهالي الضحايا جثث دوين دعنا نتابع هذا المقطع الفيديو لتشيع الجنازات بعد وفاتهم عليهم رحمة الله نتابع ثم نهت ربنا نرحمهم رحمة واسعة ويصبر أهليهم بكلمة نختم معك أستاذ الشورة يعني هو لا نملك إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى للمتوفى أن يرحمه الله سبحانه وتعالى وللمصابين أن يعافيهم الله سبحانه وتعالى وأن يرئهم ويشفيهم لكن هناك لمحة طيبة يعني هناك شيء إيجابي وهناك شيء سلبي في هذا الخبر طبعا الشيء السلبي أنه مع الأسف شديد يعني ما زالت مصر حتى في العاصمة نفسها تعاني من تردي في مستوى الخدمات البنية التحتية آه يعني في مستوى الخدمات والبنية التحتية تحتية عرم فما بالك بقرية أو مركز زي مركز تلع على سبيل المثال فالبنية التحتية مما لا شك فيه في مصر يعني في حاجة إلى عمل كبير جدا لكن الجانب الإجابي في هذا الأمر يعني أن من المتوفين هؤلاء بادروا لنجدة العامل الذي كان يستغيث وهذا في حد ذاته يعني عملا إيجابيا ندلل على شهامة هؤلاء الأفراد لذلك نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى من الشهداء يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهليهم وأن يخلف عليهم أجمعا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الشبراء والكتب المحل السياسي كنت معنا طيلة هذه الحلقة من مباشر مصر شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا أشكر مصور لكم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة وحتى نلتقي في اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر